التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية وزير الدفاع العراقي جمعى عناد سعدون والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري والنقلي وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع العراق وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية من جانبها أشاد وزير الدفاع العراقي بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط